اشتركوا في القناة وعيارات حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيه في مناطق الصاغة فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 جنيه إلى 150 جنيه ويترقب ذلك على حسب نوع المصنعية ويترقب سوق العملات الأجنبية في مصر الاجتماع المقبل لللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي وقد يؤثر هذا بشكل مباشر على حيازات الزهب عند المصريين خاصة أن إذا تم تحرك الفيدة بحسب خبراء الاقتصاد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الزهب في الأيام المقبلة وفي حال ترفع الفيدة على الجنيه من المتوقع أن ترتفع شهية المستثمرين نحو الجنيه المصري وشهادات الإدخار زادت المرتفعة والتي تصل إلى 11% أدت إلى انخفاض الفيدة في مصر وتوقع خبراء أسواق العمل في مصر ارتفاع سعر الفيدة عن نسبة 11% لتصل مرة أخرى إلى 18% وإلى 19% أيضا بنسبة 175 نقط أساس أي بنسبة 71% ليصبح سعر الفيدة في مصر على الوذاع 11% وعلى الاقتراض 12.5% حيث وصلت أسعار الزهب في الهبوط خلال التعاملات الخميس وسط ضغوط من توقعات ارتفاع أسعار الدولار في مصر وحاول الاحتياط الفيدرالي إلى جذب المستثمرين تجاه العملة الأمريكية على حساب المعدن الثمين وتوقع رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي مواصلة البنك المركزي في أمريكا لرفع معدل الفيدة بمقدار 50 نقط أساس قبل إبطاء وطيرة الزيادة للسيطرة على التضخم فيما أكد رئيس الاحتياط الفيدرالي على تراجع العقود للأزمنة القريبة للزهب الثمين وجاء في 26 يونيو 2022 1810 دولار للأوقية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا كذلك هبط التسليم الفوري بنسبة 15% إلى 1813 دولار للأوقية وانخفضت العقود الآجلة للقضية تسليم يوليو 1078% عند 21 دولار للأوقية كما تراجع سعر البلاتين للتسليم الفوري 73% عند 928 دولار وتراجع البلاتينيوم عند 36% إلى 27 2010 دولار أمريكي واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العمرة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ترجمة نانسي قنقر